السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة 18-8 آب أغسطس وبمعنى اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل الطاعة القمر أيضا اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل في برج العذراء لغاية الساعة 11-53 دقيقة من ظهر يوم الغد السبب لا ينتقل القمر بعديها على برج الميزان يعني اليوم القمر في العذراء بما أن القمر موجود في برج العذراء معنات وأيضا اليوم منظل على طبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها ونجد أن عنصر التنظيم في عملنا به العبدور هام ونشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات وبوسعنا أيضا اقتنع حيوان أليف إذا رغبنا بذلك أو بداية قراءة أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية طبعا ذروتها الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني يوم ممتاز جدا للأعمال الإنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون ذروتها الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيج فنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور خلال هذا اليوم بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات خصوصا بالعمل التجاري وبرضو بتزيد بثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا وإيصال المعلومات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون ذروتها ساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية التلفزة السينما التكنولوجيا الخيال الواسع الأمور هيكلها والميل لكل ما هو مدهش وغريب وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتكو تنجزوا ما بوسعكم من هالعمل المتراكم طبعا من يوم أمس واليوم القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك بتكو تنجزوا عملكوا دون المبالغة في ذلك ممكن تضطروا للعمل أوقات إضافية زي ما ذكرنا يوم أمس أهم مش انكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نضموا جدول غذائكم بشكل جيد ما تهملوا صحتكم حذروا التبذير وممكن تعالجوا مسائل مالية أو تجدوا لحلول بعض الفواتير المتوجبة عليكم خلال هذا اليوم وأيضا ممكن اليوم يا تبدأ عمل يا ينطرح عليك عملي جديد مهم جدا ويكون مرحلة انطلاقة جديدة أو تعزز علاقاتك بشكل جيد مع زملائك خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتشتد رغبتكم أكثر من يوم أمس في التقرب من أحباك ومتعزز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ اليوم عنكم ماليا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا يعني في كثير من الأمور بتدعمكم بشكل قوي أهم إشي أنه تحاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صححوا الانطباعات عنكم اثبت للمشاككين طاقتك ما تستسلم للضغوط قبل التحقق أو قبل تحقيق الإنجازات فعشان هيك بدك تثابر بشكل جيد اليوم عشان تحصل النتائج اللي أنت بدك إياها طبعا اليوم الطاقة عالية جدا وحيويتك ممتازة جدا وعواطفك حكينا ممتازة جدا أيضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم برضو التركيز على مسائل البيت ولكن اليوم أفضل من يوم أمس ممكن المخاطر أو الضغوط أو المشاكل تكون أقل من يوم أمس فبوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو الاهتمام لستعجار بيت أو بداء شراء عقار أو بيع عقار مثلا وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أنه تظل في كنترول عندك تهدئ من روعك وتوقف التفكير قليلا بالمشاكل العائلية ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تقتلق المشاكل ما تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء بل ناقش بليونة تامة عشان تقدر تنجز الأمور بالكامل بعض كل يوم رح يكون فيه عنده خبر مهم عائلي أو حدث أو فرحة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والعواطف وبوسع كل يوم اجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تتعزز العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو أخذ دورة مثلا أو تعلم شيء جديد أو القيام برحلة أهم شيء أنك ما تكثر المطالب كثير تجنب الاعتماد أو اعتماد أسلوب فضو ابتعد عن الكلام اللاذع والجارح ما تتهور كثير بكلامك اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم بيبدعوا واللي بيشتغلوا في مجال السيارات أو الاتصالات برضو ممتاز جدا وابتعدوا عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب عادة من عمل إضافي مع هيك ببرضو بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم إشي ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك بشكل جيد الأجواء على المستوى المالي تقريبا فيها كثير من الحلول خلال هذا اليوم ممكن أفكار ممكن تقترح فكرة معينة إنها تحصل من خلالها بعض المكاسب المالية أو تدرسها كمشروع فترة ممتازة ولكن بدك تركز عليها بشكل جيد بالنسبة لموليد برج العدرة طبعا اليوم ثقاتكم بأنفسكم أكبر من يوم أمس وبعمكم النشاط أكثر رغم موجود الشمس والزهرة والدنيا كلها هاي اللي بتخربط الأمور ومخلي الشهر هذا من أصعب الأشهر وأثقلها عليك إلا إنه اليوم بتحس في طاقة جديدة موجودة عندك بإمكانك إنك تبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتك الإجتماعية وممكن تحسم أمر أو تقرير أو تقرر شيء جديد مثلا بتفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنتهي من مفاوضات أو ممكن تنهي مفاوضات لصالحك حتى على المستوى العاطفي أنت اليوم الفتلة الانتباه بشكل كبير للجنس الآخر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط لأن القمر موجود في بيت المتاعب ولكن رغم هذا كله إنه الزوايا اليوم تدعمك بشكل جيد لأنه فيها نوع من الأنواع الإيجابية فبعض موليد برج الميزان ممكن يشتغلوا مع شركات كبيرة أو شركات دولية أو شركات خدمية مثلاً ويعززوا العلاقات على هذا المستوى هاي فترة صحيح إنها ضاغطة بتعمل نوع من أنواع الاكتئاب والحساسية والميزان هو بطبيعته حساس إلا إنه اليوم في بعض الأمور الإيجابية اللي ممكن أنك تستغلها وتكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم وعلاقاتكم الاجتماعية ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم برضو ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو ممكن يخوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وبتتاح لك الفرصة لغربلت ومعرفة الصديق من العدو في هذا اليوم حاول أنك تظهر انفتاح أكبر واهتمام أكبر ونصيحة لإلك اليوم حاول قدر الإمكان تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية ما تأجل أي شيء ليوم الغد لأنه يوم بكرة الظهر القمر رح ينتقل وصير في بيت متاعبك فلازم تستغل هذا اليوم لإتمام كل الأشياء المهمة قبل ما تصل لأيومين وربع تقريباً القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب فرح تعطل عحالك أشياء كثيرة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى اليوم عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول إنك تكون عند حسن الظن بك وتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث طبعاً هذا بيت السمعة زي ما ذكرت يوم أمس هذا يا أما أنت بتنجح وبتترفع وبتنشهر فيه يا أما أنت بتنفضح فيه فأنت بدك تختار بسلوكك وتصرفاتك وحركاتك وتكاتك يا معلم اعرف إيش بدك بالضبط عشان تعرف إيش توصل لإيش وما تخالف القوانين نهائياً ما تتسرع بأي تصرف برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم بتنشطه بشكل رائع جداً وكبير في مجال الاتصالات والسفريات والدراسة مثلاً والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو مع الأحبة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم أيضاً وبتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك اليوم بشكل عالي جداً وبتشتد عزيمتك بكثير من الأمور وممكن تقوم بخطوة مباركة وهي تكون لها نتائج إيجابية لإلك في الأيام القادمة هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك مع الأيام اللي ضغطتك بشكل كبير فعشان هيك اليوم حاول إنك تتجه باتجاه إنك لازم تستفيد من كل خطوة من كل لحظة من كل ثاني اليوم بشكل قوي بالمجالات اللي ذكرناها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم برضو التركيز على الأموال المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقراراتك ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية أو عائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أو مطالبة بحقوقك إلا مثلاً إلك ميراث أو في ديون موجودة عند شخص مش عارف أنت تستردها إلك فترة اليوم تقدر أنك أنت تطالب فيها أهم شيء إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة ما تغامر بأموالك أو أموال غيرك ما تجازف يعني بدك تدرسها بشكل جيد برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة طبعاً الأجواء ما زال فيها بعض الأجواء اللي لها علاقة بالمصالحة للتقارب للتراجع عن قرار سابق الأزواج اللي بينهم خلافات اليوم ممكن يحطوا اتفاقية ما بينهم أو يحاولوا يعلجوا بعض المسائل اللي حدت في الأيام الماضية ما بينهم وكان فيه نوع من أنواع التوتر في العلاقة العاطفية بيقدروا اليوم يغيروا هذا الوضع أكثر ولكن بيتكوا تحاذروا من العصبية وتوجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي يمكان لأنه انت طاقتك ضعيف اليوم أنت ممتاز للمصالحة ولكن مش ممتاز للمشاكل لأنك أنت الحلقة الأضعف ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم فعشان هيك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء